علاقة الجيران طبعاً دي حاجة مهمة جداً علاقة حلوة علاقة حلوة بس للأسف أحياناً دلوقتي ما بقناش نلاقيها كتير بقيت مفقودة الحمد لله وصلي الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيراً ما بعد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله تم من لهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا اللهم أمين لو احنا عرفنا انه لما نيجي نتكلم عن شعب الإيمان ونلاقي ان من ضمن الشعب دي ان الانسان يحسن إلى جاره وان الانسان لما يمشي في طريق الإيمان بالله تعالى ففي حلقة كده اسمها خلي بالك من حلقة الجار يبقى احنا لازم ننتبه ولما نلاقي انه في الصحيحين من حديثي ام المؤمنين عائشة ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني انت عارف لما جاعد اكرر عليك اكرر عليك وصية لغيت لما خلاص انت خلاص فهمت حفظت ايه تاني بقى فالنبي بيقول قعد يوصيني كتير جدا جبريل ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته انه سيورسه انه هو ده اللي هيورسك بقى لدرجة ايه انه هو من كثرة الوصية بالجار وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول طيب والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره من لا يأمن جاره بقى ايه بوائقة الراجل اللي هو دايما يتأذى منه فالجار على طول بيتأذى من جاره فسيدنا النبي قال لا ده مش من ضمن المؤمنين الكاملين بالله تبارك وتعالى اللي هو الإيمان الكامل بالله رب العالمين وفي رواية عند مسلم صعبة جدا لا يدخل الجنة لا يدخل جنة من جاره بوائقة فدي مشكلة جدا طب أعمل إيه مع الجار الجار ده تعمل معه حاجة مهمة جدا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ونركز في الحديث دي قال فلا يؤذي جار فبدأنا نقول صحيح خير يا جاري انت في حالك وانا في حالي خلاص بص السلام عليكم ده أقل حاجة ومش هزود عن كده عشان ما دخلش فلا يؤذي جار هنلاحظ في أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل لا مش بس فلا يؤذي جاره وتسكت يعني انت في حالك وانا في حالي سبك من الأمثلة دي خالص طب أعمل إيه يا رسول الله عند أحمد في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحفظ جاره أعمل إيه بقى؟ أحفظ الجار طب أحفظ الجار في إيه؟ تنصحوا أحفظ الجار في إيه؟ تخاف عليه أحفظ الجار في إيه؟ إن غاب الرجل تحفظه في أهله وتحفظه في ماله واخبار حضر أحفظ الجار في إيه؟ ما بصش للحرمات بتاعة الجار أحفظ الجار في إيه وهكذا طيب دي يبقى المرحلة الأولى فلا يؤذل إيه الجار التانية النبي قال ها فليحفظ جار الدارة جبقى العلي أوي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد قال فليكرم جاره أتبقى أكرم جاري إزاي بقى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما جاء معاك كده جيلوا بعض الطعام فقال هل أهديتم لجارين اليهودي جاروا إيه يهودي ده مش مسلم فألوله يعني ليه بتقول كده فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيئه سيئرسه ولذلك كان الأنبياء رضي الله عنه زي سيدنا داود مثلا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من جار السوق عينه طراني وقلبه لا ينساني دايما على طول واخباله مني أو كده وقلبه منشغل بي تماما يعني واخبال حضرته فلذلك احنا دايما نقول كده يا جماعة الجار قبل الإيه قبل الدار وعلى فكرة ده كلام سيدنا مين كلام سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق ده مهم جدا لأن الإنسان عشته بتكدر وبيبقى يعني حاله سيئ جدا بتلات حاجات زيما بيقول كدر والعيش فيه ثلاث أول حاجة جار سيئ للأسف الشديد وتاني حاجة ربنا مبتليب ولا أدعاق وتالت حاجة زوجها لسانها طويل يعني تؤذيه بإيه بلسانها فلذلك احنا محتاجين جدا اللي احنا نحافظ على الجيران ونختار اللي ايه الجيران يبقى احنا عندنا كده أنا مأزيش اتنين تحفظوا الدرجة العالية اللي انت تعمل ايه تكرم الجار ولذلك لما سيدنا أبو الراجل حبي بيع جاره لما أسألت ما فقال والله طيب أنا هبيع الدار دي بكام كما قلت لكم قبل ذلك فقال والله بمئتين ألف قال له لا ده يتسوي مئة ألف قال مئة ألف للدار ومئة ألف للجوار جوار مين أبي حنيفة رضي الله تبارك تعالى عنه أرضاه فده مهم رحمه الله زهق من جيرانه وطهق منهم وقرف وعملين يئزوه فقال والله أنا قاعد في البلد دي كلها بسبب مين بسبب الجار ليه يا سيدي قال أصله ولا يأتصلح الدار حتى يصلح الجار ده مهم جدا فتحول من إشبيلية كان في الأندلس وبعدين رح آلبة وقائلة ما لي أراك مرحلة فقلت لها صبرا واسمع القول مجملة تنكر من كنا نصر بقربه وعاد زعاقا بعدما كان سلسلا وحق لجار لم يوافقه جاره ولا لأمته الدار أن يترحل أليس بحزم من كان الضل له مقعدا إذا أدركته الشمس أن يتحول ثم بدأ يتكلم كلاما شعرا كثيرا في هذه المسألة لكن الشاهد اللي هو يا جماعة لو الجار ما وفقش الجار الزكاء يقول له إيه؟ يقول له إمشي إمشي سيبه ويبعد عنه خالص لأن في النهاية بس ما بقتش الدنيا سهلة كده يبقاش زي زمين كده الدنيا سهلا ويمشي بسي طيب هو ده السؤال طب أنا دلوقت يا جماعة في زمن أنا ما ينفعش ده أنا يا دوبك بشتري الشقة بالعافية بحاوله طول عمري تلت تربع عمري بشتري الشقة والربع أروح بيحها أعمل إيه؟ يبقى أنا هنا أشوف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابدأ تألف طب أتألفه بإيه؟ تألفه بالكلمة الطيبة تألفه بالهدية تألفه أنك ما تؤزهوش تألفه بالإكرام ولذلك الله عز وجل يقول وده أنت قلت عليها ده السحر اللي هو إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه إيه؟ عدوة كأنه وليون حمد ده سحر والله بجد